موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر في أولى حلقات مراجعة الفترة الدراسية الأولى في حلقتنا لهذا اليوم سنراجع مع بعض بعض الأسئلة المتميزة في الفيزياء للصف الثاني عشر لنهاية الفترة الدراسية الأولى انتظرونا بعد فاصلا قصير موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات من جديد كما قلنا في حلقتنا لهذا اليوم سنتناول مع بعض بعض الأسئلة المميزة للفيزياء الثاني عشر الأسئلة مكونة من قسمين؟ القسم الموضوعي والقسم المقالي أولا الأسئلة الموضوعية السؤال يقول ضع علامة صح في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية يقول السؤال تقدف كرة كتلتها 300 جرام بسرعة مقدارها 6 من 10 متر لكل ثانية لتصدم بجدار رأسي بزاوية ثيثة مقدارها 30 درجة فإذا ارتدت الكرة بنفس السرعة والزاوية كما بالشكل فإن الدفع الذي تلقته الكرة من الجدار يساوي بوحدة نيوتن ضرب سكند هل 18 من 100 أم 36 من 100 أم 52 من 100 أم 55 من 100 الحين عندنا إحنا في السؤال الكرة اللي هي عبارة عن كتلة تتحرك بسرعة أي لها كمية حركة مقدارها P تصدم بالجدار ثم ترتد بنفس مقدار كمية الحركة يبي مني أحسب له الدفع الذي تلقته الكرة من الجدار أنا عندي هنا P1 وعندي اللي تحركت فيها بالبداية وP2 اللي ارتدت فيها الدلتا P يساوي I لأن الدفع يساوي التغير في كمية الحركة بس هنا عندي ال-P الأولى تحركت الكرة واصطدمت بالجدار بزاوية ثيتا مقدارها 30 درجة ما تحركت بهذا الشكل تحركت مع زاوية تميل بزاوية على الجدار وارتدتهم بميل زاوية على الجدار فرح أحلل رح أقول أن ال-P الأولى تساوي طبعا بهذا الشكل M V ساين ثيتا وإشارتها سالبة واللي ارتدت رح تكون M V ساين ثيتا وإشارتها موجبة لمن أي أطرحه من بعض رح يصير عندي الناتج الدلتا P يساوي 2 M V ساين ثيتا وهو يساوي الدفع رح أعوض بالأرقام تعويض مباشر 2 M عندي يساوي 300 جرام رح أحولها حق الكيلو جرام أقسمها على 1000 رح يطلع الناتج 3 من 10 ضرب V اللي هي 6 من 10 ضرب ساين الثلاثين يعطيني نص تعويض مباشر بالآلة الناتج رح يطلع 18 من 100 نيوتن ضرب 2 إذن الاختيار رح يكون أول إجابة السؤال الثاني يقول يسقط جسم كتلته 5 من 10 كيلو جرام من ارتفاع أتج فوق نابض مثبت رأسيا من أحد طرفيه كما بالشكل المجاور فانضغط النابض لمسافة تساوي 20 سنتيمتر فإذا كان ثابت قوة النابض اللي هو الكي يساوي 200 نيوتن لكل متر فإن الارتفاع أتج بوحدة المتر يساوي طبعا أنا عندي هنا الكتلة اللي هي 5 من 10 سقطت من ارتفاع أتج وعلى نابض فانضغط هذا النابض معطيني ثابت النابض يبيني أحسب الارتفاع اللي سقطت منها هذه الكتلة 2 من 10 متر أو 4 من 10 متر أو 6 من 10 متر أو 8 من 10 متر الحين أنا عندي كتلة سقطت من أعلى ارتفاع مقداره أتج وهي فوق عند الارتفاع أتج يكون لها طاقة وضع كامنة تثاقلية عظمى أثناء سقوطها تتناقص قيمة طاقة الوضع التثاقلية وتزداد قيمة طاقة حركتها اوكي انزلت 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 لين وصلت عند بداية النابض عند بداية النابض أول ما تضغط على النابض هنا شو رح يصير تتناقص قيمة طاقتها الحركية وتتزايد قيمة طاقتها المرونية طاقة وضعها المرونية فعندي هنا تبادل في الطاقة والطاقة رح تكون محفوظة اي ان الامجي اتش قيمة طاقة الوضع التثاقلية العظمى رح تساوي قيمة طاقة الوضع المرونية المختزنة في النابض فراح نقول هني عندي الانرجي تساوي نص كي اكس تربيع هذه الطاقة الوضع المرونية المختزنة في النابض وتساوي الامجي اتش اللي هي طاقة الوضع التثاقلية للكتلة وهي عند الارتفاع اتش نعوض تعويض مباشر نص اللي هي ضرب الكي اللي هي ثابت مرونة النابض ضرب الدلتا اكس تربيع اللي هي اثنين من عشرة تربيع يساوي الام نص ضرب العشرة اللي هي عجلة الجاذبية الارضية ضرب الاتش الارتفاع اللي انزلته زائد المسافة اللي تحركتها في النابض مقدارها تساوي اثنين من عشرة اذا رح اجمعهم مع بعض هذا يؤدي الى ان نضبط شكل المعادلة اتش زائد اثنين من عشرة يساوي ثمانية من عشرة رتبت من شكل المعادلة وبالتالي الاتش رح تساوي ثمانية من عشرة ناقص الاثنين من عشرة يعطيني ستة من عشرة اذا الكتلة كانت على ارتفاع ستة من عشرة السؤال الثالث وضعت كرة مقدارها ثلاثة من عشرة كيلو جرام اعلى نابض رأسي مرن مهمل الكتلة فانضغط علي مسافة اربع من عشرة متر ثم عاود الاستطالة اذا كان ثابت النابض ثمانية وخمسين نيوتن لكل متر فتكون سرعة مغادرة الكرة للنابض بوحدة المتر لكل ثانية هم بعد اهني عندي حفظ للطاقة حيث ان الكتلة اضغطت النابض فاختزن النابض طاقة واضع مرونية ثم استطال اذا راح نقول هني التغير في طاقة الحركة يساوي الشغل اذا نصف ام في تربيع ناقص نصف ام في تربيع الابتدائية طبعا سرعتها صفر يساوي نصف كي دلتا اكس تربيع اللي هو طاقة الوضع المرونية المختزنة في النابض اذا تعويض مباشر اودي النصف والأم الطرف الثاني وايب جذر عشان اطلع البي من المعادلة التالية راح تطلع لي تعويض مباشر البي قيمتها 21 متر لكل ثانية السؤال بعد يقول زنبرك افقي ثابت قوته 25 نيوتن لكل متر مثبت من احد طرفي الى جدار رأسي وتربط الى نهايته الحرة كتلة مقدارها 2 كيلو جرام فاذا ضغط النابض بمقدار 40 سانتي متر معطيني المسافة اللي انضغط فيها النابض فان اقصى مقدار للعجلة التي تتحرك بها الكتلة بوحدة المتر لكل ثانية تربيع يساوي طبعا بما ان نهاية النابض في كرة راح تتحرك بعجلة اذا هي كتلة تتحرك بعجلة اذا يتبع قوانين نيوتن قانون الثاني لنيوتن وبما انه انا عندي نابض اثرت عليه بقوة وضغطتها اذا راح ااخذ قانون هوك اللي هو القوة المؤثرة على النابض اذا راح اشوف العجلة من قانون الثاني لنيوتن تساوي الاف على الام والاف القوة اللي اثرت على هذا النابض هي الكي في الاكس تقسيم الام اعوذ تعويض مباشر الكي 25 ضرب مقدار اللي انضغط النابض اللي هو 40 سنتيمتر حولتها صارت 4 من 10 متر تقسيم الام اللي هي مقدار الكتلة 2 كيلو جرام اعوذ في الالة راح يطلع لي الناتج 5 من 10 متر الكل ثانية تربع اذا العجلة التي تتحرك بها الكتلة 5 من 10 متر الكل ثانية تربع السؤال بعد يقول يوضح الشكل مستويان ام لسان اكس او واي يميلا على الافق بزاويتين مختلفتين ينزلق عليهما بدون احتكاك بدءا من السكون ومن نفس الارتفاع مكعبان كتلتيهما ام وتو ام نحو الاسفل احدى الاجابات الاربع التالية غير صحيحة ننتبه اهني ابي ادور على الاجابة الغير صحيحة هل عند اقصى ارتفاع عند اقصى ارتفاع تكون طاقة وضع احد المكعبين مثلي طاقة وضع المكعب الثاني طبعا ننتبه انا عندي كتلتين الاولى مثلي الثانية الاولى ثنين ام والثانية ام يتحركان على مستوى املس مائل بزاوية ثيتا ون وثيتا تو اذا زاوية ميل المستويين تختلف ولكن الارتفاع اللي نزلقوا منه الارتفاع واحد فهني انت لما تتكلم في الاختيار الاول عن عند اقصى ارتفاع تكون طاقة الوضع وضع يتكلم عن طاقة الوضع طاقة الوضع للمكعب وهو عند اقصى ارتفاع تساوي م جي اتش وهي تتوقف على الكتلة والعجلة والأتش نلاحظ ان عجلة الجاذبية والأتش هذالي ثوابت للاثنين الكتلة الاولى مثلي كتلة الثانية اذا عند اقصى ارتفاع تكون طاقة وضع احد المكعبين مثلي طاقة وضع المكعب الثاني اذا الاختيار الاول صحيح يقول الاختيار الثاني السرعة النهائية للمكعبين متساوية عندما يصل كل منهما الى اسفل المستوى المائل الذي يتحرك عليه طبعا هني راح نشوف من العلاقة الو تساوي دلتا كي طبعا في تغير في طاقة الوضع التثاقلية يتحول الى طاقة الحركة فراح نقول ان الام جي اتش يساوي النص ام في تربيع فالبي تربيع تساوي لتو جي اتش فالبي تساوي الجذر التربيعي حق لتو والجي والأتش اذا السرعة متساوية لانها لا تتوقف على الكتلة انما تتوقف على الارتفاع والارتفاع واحد للكتلتين زمن وصول الجسمين يمكن حسابهم المعادلة خشف زمن وصول الجسمين التي طبعا ابي احسب زمن فراح ايبع من علاقة التي تساوي الفي على الاي الفي متساوية للكتلتين الاي عندما يتحرك جسم على مستوى مائل فان عجلته تساوي جي ساين ثيثا هذا انتم اخذينه من قبل اذا ان لاحظوا هنا الثيتا متغيرة لان المستويين يميلان بزاويتين مختلفتين عن الافق اذا الزمن هل راح يكون متساوي لا بالطبع راح يكون مختلف اذا الزمن يتوقف على مقدار الزاويتين اذا راح يكون مختلف فراح نختار الاجابة الاخيرة يصل كل من المكعبين الى اسفل المستوى المائل الذي يتحرك عليه في وقت واحد وهذه العبارة خاطئة لان راح يصل كل من المكعبين في زمن مختلف عن زمن المكعب الاخر السؤال بعد يقول الاشكال التالية تمثل كتل مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة حركة خطية مستقيمة اثنتان فقط منهما لهما نفس الطاقة الحركية وهما هل دي و اي ام سي و بي ام سي و اي ام اي و بي طبعا انا عندي الكتلة للشكل اي طبعا تساوي ام وسرعتها في راح احسب طاقتها الحركية نصف ام في تربيع راح تصير الكاينتك انرجي للشكل اي تساوي نصف ام في تربيع للشكل بي راح تصير نصف في اربعة ام في خمسة من عشرة في الكل تربيع نحسبها للشكل سي لما نأي احسبها الكاينتك انرجي للشكل سي راح اقول تساوي نصف ضرب نصف ام ضرب اثنين في الكل تربيع نشوفها للشكل دي راح اقول كاينتك انرجي للشكل دي تساوي نصف ضرب الواحد ونصف ام ضرب البي تربيع حسابات بسيطة لو تيون تحسبونها راح تصير نلاحظ ان ال اي مع البي طبعا راح يكون في اختصارات راح نلاحظ ان البي بالنهاية طاقة حركتها راح تساوي نصف ام في تربيع تساوي طاقة حركة للشكل اي السؤال اللي بعد يقول جسم كتلته خمسة كيلو جرام تحرك من السكون من السكون اي ان سرعته الابتدائية تساوي صفر من اعلى نقطة على سطح مستوي ماء الاملس ويتصل بسطح افقي خشن كما بالشكل واحد ومثلنا علاقة الطاقة الميكانيكية الميكانيكا الانرجي للجسم مع ازاحته بيانيا بالشكل الثاني فحصلنا على الخط البياني اي بي سي كما بالشكل اثنين اعتمادا على هذا الشكل فان مقدار سرعة الجسم عند نهاية المستوى المائل طبعا بوحدة المتر الكل ثانية يبيني احسب السرعة عن نهاية المستوى المائل هنا النهاية المستوى المائل يعني ما ليشغل في السطح الخشن هل رح تساوي واحد بوينت سبعة ثلاثة متر الكل ثانية ام ثلاثة فاصلة أربعة ستة متر الكل ثانية ام ستة فاصلة تسعة تنين متر الكل ثانية ام اثنعش متر الكل ثانية طبعا هني عندي كتلة تنزلق على مستوى مائل واملس يعني ما عندي احتكاك عند نهاية المستوى طالب مني احسب سرعة الكتلة قبل لا تمشي في السطح المستوي الخشن اذن نلاحظ مع بعض طاقة محفوظة لان بعدني ما وصلت حق المستوى الخشن فالتغير في الطاقة الميكانيكية رح يساوي صفر فرح اقول الـ Potential Energy Final زائد الـ Kinetic Energy Final تساوي الـ Potential Energy Initial زائد الـ Kinetic Energy Initial نعوض الـ Potential Energy Final تساوي الـ MGH Final ورح يكون عن نهاية المستوى المائل زائد نصف MV تربيع هي المطلوبة اللي هي سرعة الكتلة عند نهاية المستوى المائل يساوي MGH Initial H Initial اللي هي الارتفاع اللي كانت عنده الكتلة أعلى المستوى المائل زائد نصف MV تربيع اللي هي سرعة الكتلة عند بداية المستوى المائل وطبعا تساوي صفر نلاحظ مع بعض أنه هنا الـ MGH الـ H Final عن نهاية المستوى المائل تساوي صفر إذن كلها راح صفر زائد نصف MV تربيع أعوض النصف زائد الـ M بخمسة والـ V تربيع Final هي المطلوبة يساوي الـ MGH Final طبعا هذه ما أدري من أين أطلعها نلاحظ أنه مساعدني ومعطيني رسمة علاقة بيانية أطلع منها الـ MGH Initial الـ MGH Initial طبعا طاقة الحركة طاقة الوضع التثاقلية الابتدائية راح تكون عظمى لأنها راح تكون أعلى المستوى المائل أشوف وتساوي الطاقة الميكانيكية إذن أشوف طاقة الميكانيكية العظمى تساوي تساوي 30 إذن هي طاقة الميكانيكية تساوي قيمة طاقة الوضع التثاقلية العظمى إذن أعوض طاقة الوضع التثاقلية العظمى 30 زائد نصف MV تربيع السرعة الابتدائية تساوي صفر أعدل من شكل المعادلة ليحصل على ال V final ال V final رح يكون يساوي جذر الثلاثين تقسيم 2.5 الناتج رح يطلع لي 3.46 متر الكل ثانية إذن نختار الإجابة اللي هي ثانية واحدة 3.46 متر الكل ثانية ننتقل مع بعض إلى الجزء الآخر من الأسئلة اللي هي الأسئلة المقالية ناخذ المسألة رقم واحد اللي تقول أطلقت قذيفة رأسياً نحو الأعلى من نقطة على سطح الأرض بسرعة 420 متر الكل ثانية لتصيب طائرة على ارتفاع ألف متر من سطح الأرض الحين أنا عندي شنو؟ أطلقت قذيفة رأسياً إلى الأعلى بسرعة لتساوي 420 فلما انطلقت القذيفة رأسياً إلى الأعلى كان أكو طائرة قاعدة تمشي على ارتفاع ألف متر من سطح الأرض صابتها يبيني أحسب سرعة القذيفة لحظة إصابتها الهدف الهدف طبعاً هو الطائرة هنا طبعاً أنا شنو رح أقول؟ رح أقول أن الطاقة محفوظة رح يصير عندي تحولات بين طاقة الحركة وطاقة الوضع فرح أقول أن طاقة الوضع النهائية زا الطاقة الحركة النهائية تساوي طاقة الوضع الابتدائية زا الطاقة الحركة الابتدائية الاب كل اختصرتها مع بعض فيبقى عندي من طاقة الوضع التثاقلية النهائية الـ GH2 زايد النص V2 تربيع يساوي الـ GH1 زايد النص V1 تربيع الحين ش راح أسوي أبي سرعة القذيفة لحظة إصابتها للهدف يعني أبي V2 إذن أعوض الجي بعشرة والـ H2 طبعا الارتفاع اللي وصلت للقذيفة ألف متر زايد النص أنزلها الـ V2 تربيع مجهولة أنا أبيها يساوي طبعا صفر لأنه هي القذيفة كانت على الأرض زايد نص V1 تربيع اللي هي انطلقت القذيفة بسرعة ابتدائية مقدارها 420 متر لكل ثانية تربيع إذن نلاحظ مع بعض نص V2 تربيع يساوي 78200 إذن الـ V2 تربيع عاودي نص الطرف الثاني راح يصير عندي يساوي 156400 إذن الـ V2 يساوي جذر الـ 156400 وهو 395.5 متر لكل ثانية ننتقل إلى المسألة الثانية تقول لي قذفة كرة كتلتها 250 جرام طبعا حول الجرام حق الكيلو جرام من أعلى مبنى ارتفاعه 20 متر بسرعة ابتدائية مقدارها 20 متر لكل ثانية بحيث قذفت الكرة بحيث تصنا زاوية مع الأفق مقدارها 30 درجة من بعد ما قذفت الكرة مع الأفق بزاوية 30 درجة أسقطت على نابض مرن ثابت مرونته 500 نيوتن لكل متر أحسب ما يلي المطلوب يبيني أحسب أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة عن قاعدة المبنى الحين أنا مقدارة الكرة بزاوية 30 درجة مع الأفق الكرة راح ترتفع إلى أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة يبيني أحسب أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة عن قاعدة المبنى أنتبه أنا راح أحسبها على طريقتين أحسب أقصى ارتفاع تصل إليه من سطح المبنى اللي أنا واقفة عليه وقذفت الكرة وتالي أجمع عليه شنو؟ ارتفاع المبنى عن سطح الأرض عشان أحصل على أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة عن قاعدة المبنى إذن راح أقول من معادلات السقوط الحر والمطلوب الرئيسي لأعلى V2 تربيع يساوي V1 تربيع زائد 2GY نعوض مع بعض V2 تربيع يساوي V1 تربيع V1 أسقط الكرة بزاوية مع الأفق إذن راح أقول شنها راح تصير مقذوف مائل V0 sin theta كل تربيع زائد 2GY أعوض مع بعض V2 تربيع السرعة النهائية للكرة راح تكون تساوي 0 يساوي أعوض مع بعض 20 sin الزاوية 30 الكل تربيع زائد 2 ضرب سالب 10 ضرب Y Y راح تطلع من المعادلة تساوي 5 متر طبعا نلاحظ مع بعض أنه حطينا العجلة بالإشارة السالبة لأنه قذفنا الكرة X اتجاه الجاذبية الأرضية فتأخذ الإشارة السالبة إذن طلع لي الارتفاع لما انقذفت الكرة من أعلى سطح البناية الارتفاع اللي ارتفعته عن عن سطح البناية 5 متر الارتفاع اللي ارتفعته الكرة عن قاعدة المبنى أي عن سطح الأرض راح أجمع عليه أقصى ارتفاع تصل إليه هو 20 اللي هو ارتفاع المبنى زائد 5 اللي هو الارتفاع عن سطح المبنى ويساوي 25 متر المطلوب الثانية بني أحسب أقصى مسافة ينضغطها النابض الحين من بعد ما قذفت هذه الكرة وانزلت في النهاية أنا عندي نابض راح تضغط هذه الكرة أبي أقصى مسافة ينضغطها النابض يعني دلتا X نشوف مع بعض أنه عند أقصى ارتفاع الطاقة الكلية للكرة تساوي E والطاقة محفوظة فرح يصير عندي تحولات في الطاقة إذن E تساوي K زائد اليو وتساوي نصف M VX تربيع زائد MGH نعوض مع بعض نصف M اللي هي 250 من ألف ضرب B وتساوي 20 كوسين 30 لكل تربيع زائد الروح أقلج الثاني اللي هو MGH M 250 من ألف ضرب العشرة اللي هي الجي ضرب H اللي هو 25 يساوي 100 جول طلعنا الطاقة إذن الحين الطاقة محفوظة الطاقة الكلية رح تتحول إلى طاقة مرونية كامنة كامنة مرونية في النابض أثناء ما ينضغط إذن رح أقول E تساوي نصف K X تربيع وبالتالي X تساوي الجذر التربيعي حق 2E تقسيم K أعوض تعويض مباشر الجذر التربيعي حق 2 ضرب الامية اللي هي الطاقة المرونية تقسيم ال500 اللي هو ثابت مرونة النابض يطلع عندي الإجابة 632 من ألف متر إذن رح تنضغط مسافة النابض رح ينضغط مسافة 632 من ألف متر إلى هنا عزاء الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اللي هي كانت مراجعة للفترة الدراسية الأولى أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في حلقات أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر